السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين الكرام اهلا وسهلا بكم نورتونا فيديو النهاردة فيديو مهم جدا يهم كل الناس اللي بتتعامل في العملة او بتتعامل في الدولارات او بيكون معها دولارات ازاي ما تتخمش وما يضحكش عليك وتقدر تفرق ما بين الدولار السليم والدولار اللي مضروب او الدولار المزور طبعا البنك الفيدرالي الامريكي عمل بعض العلامات اللي من خلالها تقدر تعرف ان كانت المية دولار اللي في ايدك ديت سليمة ولا بيس ولا بيس طبعا معنا وما تروحوش في اي حتة الفيديو ان شاء الله مش هيكون طويل هنوضح فيه كل حاجة على طول اول حاجة وانت مسك الورقة كده هتحس ان ملمسها يعني ايه اه تحس انها خشنة مش نعمة مش ملساء يعني لو خربشت عليها كده تسمع صوت الخربشة بتاعتها سمع? وشكلها حتى كمان لو بصت في الصورة او في الكاميرا اخد بالك من الخطوط ديت شايف 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 بتعمل ازاي سمع سمع الخربشة دي ولو بصيت فيها هتحس ان هي ايه بتقلب واخد بالك ديت اول حاجة تقدر تعرف من خلالها تاني حاجة الشريت اللي في النص ده لو لاحظت هتلاقي شريت ما ايه علامة سري دي لو بصيت كده هتحس ان هي ايه بتتغير بتكتب كلمة مية اللي هو مية دولار يعني ولو قلبت انا حاجة تانية كده هتلاقي ان شكلها بيتغير تحس ان هي ايه عاملة زي ما يكون آآ سري دي بتقلب زي شكل جرس كده وبعدين بترجع لمية رقم مية تاني تكتب رقم ايه مية ما افشل انتوا شايفينها ولا لا 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 تلاحظوا كده شايف اهي كده بترجع مية اهي مكتوبة مية زي ما انتوا شايفين كده لو قلبت انا حتانية كده تلاقي ايه بتتغير بتعمل شكل ايه جرس ترجع تاني تكتب مية لو قلبتها كده ترجع تاني تعمل شكل جرس دي تاني حاجة تالت حاجة معنا لو بصيت في في رقم المية اللي مكتوبة ديت اول حاجة ملمسها هتحس ان ملمسها بارز وخشن في نفس الوقت بارز بص اسمع الصوت تاني حاجة هتلاقي اللون النحاسي لو قلبتها كده هتدي لون اخدر لو رجعتها تاني كده هتديك اللون النحاسي لو قلبتها عكس كده هتدي لك لون مخدر لو رجعتها تاني لدوها هتدي لك لون نحاسي واخدين بالكو. دي كده تالت حاجة معانا. برضو في نفس الوقت العلامة ديت لو بصينا فيها نلاقي برضو نهية ايه? لونها بيقلب. العلامة النحاسية اللي هي ديت كده لو بصيت فيها. هتلاقي لونها بيقلب. ملاحظين? دي كده رابع حاجة. طيب خمس حاجة ايه? خمس حاجة لو بصينا هنا كده. هنا في علامة مائية طبعا هي مش زهرة. لكن لو جبنا اضاءة وراها هتظهر. لحظوا معي كده هنجيب اضاءة. وهنشوفها تعمل زي اده مسلا اضاءة اهي? هنحطها وراها بص كده. معرفش ان شايفينها ولا لأ? بصوا كده اهي. شايفين? انا فصلت الاضاءة علشان ايه? تظهر لكم. بص كده لاحز اهي. 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 لو شلنا الاضاءة مش هتبني. لكن لو رجعنا الاضاءة هتبني العلامة المائية ايه? شكل الراجل اللي موجود في العلامة المائية ده. اكيد شايفينه. واضحة. اهي. لو شلنا اختفت. لكن لو جبنا الاضاءة تاني هتظهر. طيب. دي كده ايه? خمس حاجة. طيب سادس حاجة. برضو نفس الموضوع في علامة مائية هنا هتلاحظت لها ايه? اه شريط كده طويل كده ومكتوب عليه ايه? رقم مية. لاحز? لاحز? اهي. بص كده مفيش حاجة. في شريط اهو بيزهر في الضوء. طبعا ده طبعا في الاشعال تحت البنفسجية طبعا ايه? بيزهر اه بوضوح اكتر من كده. يعني لكن انت لو لاحزت هتلاقي ايه مكتوب عليها ايه? مية 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 ايه? رقم مية متكرر. اهي انا بحاول اوضحها لكم. شايف? اهي. اهي. ها? اظن كده ايه? واضحة بشكل جامع. طبعا دي مش كل حاجة. طبعا في حاجات تانية اوضح لكم دلوقتي بس انا ايه? بحاول اوضح لكم كل حاجة بالزبط. يعني ما يبقاش مرور الكرام وخلاص. لا. يعني اوضح لك وانت تتأقن ان انت شفت الجزء الحاجة اللي انا قصدها. يعني ده هات الشريط ده هات مكتوب علي ايه? رقم مية اهو. طيب. في تاني. شايفيني الشريط اللي باللون الازرق اللي انا قلت عليه ده? لو بصينا هنا هنلاقي في هنا جزء هنا اهو. مش تابع يعني مش متلون بالازرق ولا حاجة. يعني ايه? تحس ان هو ايه ورق برضو. مش لون الازرق. طيب. وبرضو في تحت هنا برضو نفس الموضوع. طيب. ايه الحتتين دولار? الحتتين دولار اصلا هم المفروض ان هم مفرغين. يعني لو جبت دبوس زي كده مسلا. علشان اعرف المية دولار ديت سليمة او مزورة ان انا عدت دبوس ده من تحت الجزء ده كده يعدي من تحتها لو عدت من تحتيها يبقى ديت كده سليمة. لو خرمت الورقة وما عدتش يبقى ديت كده بايزة. تابعوا معي. ربنا يسر بقى وتطلع سليمة ما تطلعش بايزة. شايف? شايف? اهي. عدت اهي. فدي كده آآ ميزة كمان او آآ حركة كمان او كمان علشان تقدر تعلم بها المية دولار المزورة من المية دولار السليمة زي ما انتم شايفين بالزبط ده كده اهو 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 شايفين اهو شكل ده كده. دي كده كانت العلامات اللي تقدر من خلالها تعرف ان كانت المية دولار اللي معاك سليمة ولا مزورة. يا رب يكون استفدتم والفيديو عجبكم. لو كان الفيديو عجبكم واستفدتم منه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان اكبر عدد من اصدقائنا واللي يشوف الفيديو فعلا توصل له المعلومة ويقدر يستفيد من الفيديو وما يدحكش عليه ويقدر يفرق ما بين الفلوس المزورة والفلوس السليمة. في نهاية الفيديو تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.